وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد عدد من النواب أن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار يساعد على تنشيط السياحة في حين يراعي مشروع قانون السوبرجيت يراعي الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة تم منقشة مشروعين قانون الأول هو السماح لوزير المالية بضمان شركة سوبرجيت لمد وسائل النقل والموصلات للعاصمة الإدارية الجديدة ومنحها قارد من البنك المصرفي المصري بقيمة 800 مليون جنيه مصري بعد تقديم الضمانات المالية والعينية والأراضي والأصول لوزارة المالية أنا شايف أن القانون ده منطقة جدا وطبيعي بعد ما بعمل عاصمة إدارية فيها نقل كل الوزارات بشكل كامل وبعيدة بعض الشيء من المحافظات كان لابد من أن أنا أراعي الموظفين اللي رايحين الوزارات دي أن أنا أوفر لهم شريان حياة ينقلهم من مكانهم للعاصمة السوبرجيت يعتبر من وسائل النقل أو الشركات اللي هي حضارية في هذه الحالة والتوبيسات بتاعتها طبعا هتبدأ تشتريها المئة وعشرين توبيس ميني باس كدفعة أولى في هذه الحالة للانتقال الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة هتحتاج إلى قارد يعني يصل إلى بحد أقصى 800 مليون جنيه مصري هتشتري المئة وعشرين ميني باس في هذه الحالة بالإضافة أن يبقى فيه جراج لها ومحطة موجودة هناك حضارية الحقيقة نهاردة كان بيتم منقش القانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار ده بعد تعديل اسمه وده إن دل على شيء فهو بيدل على التكامل الأصبح بقى موجود ما بين السلطة التشريعية وسلطة التنفيذية فبراير عشرين واحد وعشرين كنت في كلمتي عن تنسكة شابه الأحزاب والسياسين كنت بطالب بوجود صندوق لدعم السياحة والأثار للوقوف بجانب السياحة المصرية والعملين بالقطاع في ظل الأزمات اللي كنا بنعدي فيها سواء أزمات كورونا أو غيرها على مر الزمان صندوق السياحة والأثار النهاردة يعني صندوق هام جدا إن إحنا بندمج فيه ثلاث سنديق قائمة بفعل أثار النوبة وصندوق الأثار وصندوق السياحة القائم ويمكن ده حيساعد على الترويج للسياحة في مصر وتنشيط السياحة بعد طبعا خارجين من جاية كورونا ولسه في بعض الأثار والتدعيات إليها ويمكن تنسكية النهاردة قدمت بعض التعديلات اللي وفق عليها بعضها المجلس المؤقر منها أوجه الصرف من الصندوق وكانت شاملة كل حاجة أنشطة ترويجية والتنشطية وكمان تطوير المناطق الأثارية والسياحية والمتاحف